وأنتهينا إلى قول الله سبحانه وتعالى تعالى تكلم عن الجهاد في سبيل الله في الآيات السابقة. عندما تكلم واتم وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم ولا التهلوكة واحسنوا. ان الله قلنا ان الانصار بعد ان وطع الله الاسلام قالوا ان الله سبحانه وتعالى قد قد قطع وطع الاسلام وقوية شوكة الاسلام. فتعالوا نصلح ما فسد اموالنا. انهم عقبوا. انهم مكثوا مدة طويلة. يجاهدون في سبيل الله ويضحون باموالهم حتى نقصت اموالهم. منهم من انفق ماله كله. فقالوا تعالوا نترك الجهاد في سبيل الله فطرة. وبين الله سبحانه وتعالى وطع الاسلام. ونقبع على اموالنا نعوض ما فاتنا. فنزل قول الله سبحانه وتعالى. وانفقوا في سبيل الله. اي انفقوا على الجهاد في سبيل الله. والصدقات. ولا وياكم ان تنكلوا عن الجهاد في سبيل الله. ولا تلقوا بأيديكم ولا تهلك بالكف عن النفقة والكف عن الجهاد في سبيل الله. كما قلنا سبحانه وتعالى. قلنا الحديث العظيم الذي قال الله ابقر الصديق. النساء صلى الله عليه وسلم قال. اذا تباعتم بالعينة وراضيتم بالزرح. واتبعتم اثناب البقر وطلقتم الجهادة في سبيل سلط الله عليكم ظلا لا يرفعه عنكم ولا ينزعه عنكم حتى تراجعه دينكم وهذا موحدث الان اننا نكلنا عن الجهاد في سبيل الله فصلط الله علينا ظلا ولن يرفع هذا الظل حتى نراجع ديننا. فمعنا نتكلم عن القتال راجع مرة اخرى ونتكلم عن الحج لان الحج نوعا انواع الجهاد في سبيل الله. ونصر وقلنا نصر الله عليه السلام قال في الايات السابقة جاءه رجل قال له رسول الله انا ضعيف انا جبان فلا استطيع الجهاد في سبيل الله. لا استطيع الجهاد في سبيل الله. فقال له تعالى الى جهاد لاس فيه شوكة. الحج. وقال عليه السلام الحج جهاده المرأة والضعيف والشيخ الكبير. يعني من لا استطيع ان لا يجهد في سبيل الله. اه ويقاتل. فيعاود ذلك بالحج والعمرة. وهو ايضا جهاده في سبيل الله انها فيه مشقة ولكنها مشقة لا يسأل القتال. لذلك ناسب ان ان انتكلم عن الحج بعد ان انتكلم عن القتال في سبيل الله لانه نوعا والشيء والشيء يذكر وهو نوعا من انواع الجهاد في سبيل الله. الحج اشهر معلومات اي ايام اي اشهر معلومة. اسما وعددا. فلا تحيدوا عنها. فلا تحيدوا عنها. طبعا حقونا لله العرب القديمة قديمة كانوا يفعلونا بضع. فربما كانوا يحجون قبل اه هذه الاشهر. كان هناك شيء اسمه يسمى النسيء. فكانوا يسمون الشورى بغير مسمياتهم. اذا ارادوا ان يقاتلوا في كان ازجاء ازجاء شهر المحرم وارادوا ان يقاتلوا في شهر الله المحرم. قالوا تعالوا نسمي محرم سفر نجعله محرما سفر. والعام القادم نجعل سفر محرم. ونحاول نقتل بالله. فزماهم الله سبحانه وتعالى وقال انما النسيء زيادة في الكفر وضلوا به الذين كفروا. يحلونه عاما ويحرمونه عاما لواطئوا عدة ما حرم الله. فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء عمالهم والله لا يهدي القام الكافرين. كما سنقول فيما بعد اذا كان في الاجل بقي. فقال رب العميس سبحانه وتعالى ان الحج له ميقاط. كما للصلاة ميقاط. فاذا فعلت الحج قبل ميقاط. فحجك احرامك باطل. وده المذب الصحيح. المذب الصحيح. تقال الحج والشهر معلومات اي لا جزء الاحرام قبل شهر الحج. لكن هناك مذب الامام مالك وبعض العلماء انها جزء الاحرام في كل العام وان كان ذلك مكروها ولكنه ليس حراما. لكن الصحيح. قام روي عن عبدالله ابن عباس. انه قال رضي الله عنه ان من السنة ان لا يحرم الحج في غير اشهر الحرم. وقال عليه الصلاة والسلام ما ليس من السنة الاحرام في غير اشهر الحرم. تبعنا ان انسان اذا احرم قبل شهر الشوال يكون احرامه بطلا ولا يقبل حجه. وده لو ضعي رأي اصح. لان كل كل عبادة لها ميقاط زمني وميقاط مكاني اسكان. فلا يجوز خرق الميقاط الزمانية وميقاط المكاني. فقال رب العام السنة الحج. فقال العلماء تقديروا هذا الكلام الحج. الحج حج اشهر المعلومات. يعني اذا اردت ان يكون ان يكون حجك صحيحا يجب عليك ان تحج في الاشهر المعلومة. وما هي الاشهر المعلومة? هي شوال وذول قعدة وذول حجة. طبعا اختلف العلماء في هذا ايضا على قولين. بعض العلماء قالوا انها اه ده ماذا بالامام مالك وبعض العلماء انه الحشوال وذول قادة وذول حجة. وما روي ذلك عن عبدالله عباس عن بعض الصحابة. لكن اصح كما قال كسيم العلماء وروع عن كسيم الصحابة انه الشوال وذول قادة وعشر من ذول حجة. وروي ذلك عن رسول صلى الله عليه وسلم مثلا صحيح على عبدالله عباس ايضا. والدليل على ذلك ان الحج ينتهي بالثلاث ايام التشريق. الحدي عشر والثاني عشر والثلاث عشر فمن تعجل في يومين فلاقيت ما عليه وما انت اخرى فلاقيت ما عليه لما يتقى. والمفروض ان في يوم النحر يتم طوافل افاضة ورمي الجامرة الكبرى وراحل الهدي ثم والحلق. وده الاعمال كلها تفعل فيه قبل رمي الجامرات الثلاثة الصغرى في الثاني عصر في الحدي عشر والثاني عصر والثلاث عشر. في يوم النحر يعني طبعا طوافل افاضة فرد وبيفعل في يوم النحر. فاذا الذي يؤخر الحج لبعد ايام النحر هو يوم معرفة معروف له ميقاط في يوم التاسع. ويوم النحر معروف. اذا اه الاصح انه فعلا اه مناسك الحج بتنتهي في افعشر في افعشر ايام من زي الحجة لان الفوائد كلها بتنتهي ولا يبقى الا رمي الجامرات الصغرى. اه في الساقف الحادي عشر والثاني عصر وهذه سنة مؤكدة عند عند فبعض العلماء قالوا اذا تركها كسيم العلماء استرقها يجب عليه دم لنصاصة مقال في الحديث الصحيح من ترك واجبا مواجبة الحج واجب عليه دم فكسيم العلماء يعتبرون لرمي جامرات الثلاثة اه واجب شرائي فمن تركها لا يبصل حجه ولكن عليه دم وبعض رماء قالوا لاس عليه شيء وبعض رماء قالوا عليه دم على كل يوم فالصحيح ان ان هذه الساقف ايام دي رب العميس تعالى فمن تعجل في يومين فلا يثمع عليه ومن تأخر فلا يثمع عليه لكن ذكر ايام التشريق وساكر رمي الجامرات الثلاثة في حادي عشر وبالتالي هي من سنة مؤكدة في الحج ولا يجوز تركها واذا تركت عمدا يجب على المؤمن حتى تكون حجه صحيحا ان يخرج يطبح دمان او يقدم دمان يبقى اذا اصح ان فعلا الاشهر المعلومات هي شوال وسو القيضة وعشر منذ الحج لكن نروي على الملك الشفيعي انها السلاسة بالكامل انها السلاسة بالكامل وبعض رماء قالوا كلمة اشهرهم الحج واشهرهم معلومات معناها انه يكره ان تكون فيها عمرة ايه ليس فيها عمرة واحتجوا بما كان يقول له ايه عمر وعصمان انهم كانوا يكرهون ايه وهذا في تفسير قول الله سبحانه وتعالى واتموا الحجة او العمرة لله كما قولنا قبل ذلك فان احصرتهم فما استيسر من هذه فقالوا اتموا الحجة او العمرة لله اي لا اي يكون الحج منفردا وان تكون العمرة منفردة في ميقات اخر ولا يدمج الحج مع العمرة لكن الصحيح ان رسول صلى الله سلم امر اصحابه عندما خرج للحج في حجة الوداع وكان الرسول صلى سلم مقرنا وفي الواية انه كان مفردا لكن الارجح انه كان مقرنا امر اصحابه بان يتمتعوا ان يهلوا بعمرة الى الحج تمتعا وقال لو لا اني حلقت شعري لو لا اني لبت شعري وقلت هدي وقلت مع النسك لا 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 مقرنا هلالته بعمرة. طبعا هنا في خلاف هالالقران افضل الا التمتع افضل فقالوا القران افضل ان دفاع الرسول صلىلى Frankfur defined. قالوا lac mesmo لم يتمتع اصفر افضل انه الرسول صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بذلك قول لو لا كذا. ولهده الارجح ان الارجح ان الارجح ان التمتع افضل من القران لكن ماذا بسيدنا عمر وسيدنا عثمان انه ogni يكرهون. خاصة من نسبة لأهل المسجد الحرام أن يدخلوا العمرتة في الحج. لأنهم ساكنون. يقتنون. ذلك قال رب العام السلام. ذلك لمن لم يكن أهله حاضرين في المسجد الحرام. له أن يتمتع سبابين في الآية السابقة. واتموا الحج للعمرة لله. فإن حصلتم فما استغسر من الهدي. ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فمن كانوا منكم مريضا أو بي أذى من رأسه. ففيديوتم من سيام أو صادقة من نوسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استغسر من الهدي. فلما يجد فسيامه ثلاثة أيام. سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضرين في المسجد الحرام. قالوا يكره كراهة شديدة أن الذي يسكن في مكة أن يعتمر مع العج. لكن يستحب الغريب أو البعيد أن يعتمر. فعلى مسجد سيدنا عمر وعثمان فقال ينهى عن التمتع يقول حتى لا يهجر البيت يهجر البيت طوال العام. فكان ينهى ينهى عن التمتع بالعمرة إلى الحج. وكان يحب أن يكون الحج منفردا وتكون العمرة منفردا. فقال أردت أن لا يهجر البيت. فالناس تحج في وقت الحج. ثم يأتي الغرباء الذين يسكنون في أماكن بعيدة ليعتمروا مرة أخرى. لكن طبعا هذا تغير الوضع. تغيرا كبيرا جدا. الآن هناك زحام شديد جدا. والحج أصبح صعبا. ويأكد ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم حجه قبل أن لا تحجه. نفقته أصبحت صعبة والصفر أصبح صعبة والبيزة أصبحت صعبة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج كهكذا ثم شبك بين يديه عليه الصلاة والسلام. فالصحيح أنه يستحب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك أن تدخل العمرة في الحج. الإنسان لا يعلم إذا كان سيستغسر الله أن يعمل عمرة مفردة أم لا يتصل. ويجب علينا أن ننتهز الوقت وننتهز الفرصة. لكن سيدنا أبقر سيدنا عمر سيدنا عثمان في أيامه كان الحج سهلا والعمرة سهلة. لم يكن هناك حدود. لم يكن هناك فيز. وكانت الناس قلة. أقل بإذن الألم كسير. يحج سنويا أربعة ملايين. لكن طبعا أيام الرسول صلى الله عليه وسلم أيام الخلفاء كان الناس قليلا جدا. فهما كانوا يرون أنه سيهجر البيت لو الناس اعتمرت. فكانوا يرون أن يفضلون. في قول الله سبحانه وتم. الحج على عمر وطل الله. الحجة تامة لا تكون تامة إلا إذا كانت منفاردة ليس مع عمرة. أو العمرة لا تكون تامة إلا إذا كانت منفاردة وحدها. لأن هذا سيكون سفر وإذا سيكون سفر وإذا فيه مشقة وهذه فيه فسقة وإذا فيه نفقة وهذا فيه نفقة. وبالتالي يكون السبب أكبر كثيرا. غير أن تكون سفرة واحدة أو تكون سفرة واحدة أو تكون نفقة واحدة و savvy. لذلك التمتع أو القرآن بيكون معه هادي لأنك فعلت نسوكين في نسوكين واحد فنجب عليك أن تخرج هاديا للفقراء نظيرا ففقراء العلماء قالوا الحج أشهر معلومات كما قلنا حددنا أنها محددة بميقات زمني وأيام ووقت وهو أشهر معلومات أي لا يكون في عمر أو استحب عليكم في عمر فمنفرض فيهن الحج أنه هنا وقفة أي من ألزم نفسه بالحج ليس له أن يخرج من الحج إلا بعزن قهري فمنفرض عن نفسه حج زي الذي يدخل في الصلاة يقول الله أكبر ويصلي ليس له أن يخرج من الصلاة بدون عزر لو خرج من الصلاة بدون عزر هذا يعتبر استخفاف برب العمي سبحانه وتعالى فألزمت نفسك وأحرمت قلت الله أكبر تكبيرت الإحرام أنت دخلت في الصلاة فلا تخرج حتى تتم الصلاة فمنفرض فيهن الحج أي من ألزم نفسه بالحج فلا يجوز له أن يخرج فلو خرج يكون عليه كفار بعض العلماء بدن فمنفرض فيهن الحج أي فمنفرض على نفسه الحج فلا رفص ولا فسوقة ولا جدال في الحج الرفص بعض العلماء قالوا والجماع والكلام الفاحش عند النساء وعبد الله عباس روي عنه أنه قال وذكره ذلك ذلك النكسير أنه قال وهنا يمشينا وهما يمشينا هنا نميسة إن يصدق الطير نوني نميسة وحتى لابن كسير قال وضع بعض اللام كاف طبعا أنا أستحق أن أقول هذه الكلمة فقال له تابعي أتحرم أترفص وأنت محرم فقال له إنما الرفص عند النساء أنت قال أقوال عن الجماع عند النساء أما إذا قلت وحدك فهذا ليس بالرفص طبعا هذا في أنا أؤيد ذلك وقال بعض علماء التعريض بكلام الجماع سواء كنت يعني منفردا أو عند أو تتكلم أو في حضرة النساء لكن الأصح والله أعلم طبعا عبدالله بن عباس حبر هذه الأمة ولكن له نفسها معصومة هو له شواز جمهور علماء يعني تخالف الجمهور مع بعض الأخوال والله أعلم فهو يعني يقول التعريض بهذا الكلام عند النساء لازم لكم عند النساء فلازم لن ينسى بالرفص أذا فيه نظر يعني لكن ما قاله التعريض بالجماع سواء كان طبعا إذا كان عند النساء يكون أغلظ ويكون أشد فقال بعض الماء كتووس قال يعني إذا قال المحرم لامرأته إذا أحللت أصبتك إذا أحللت أي انتهيت من إحرامي جامعتك فهذا أيضا من قبيل من قبيل الرفص 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 هو في الحقيقة يقال على الجماع ربما يقال على مقدمة الجماع كقول الله سبحانه وتعالى في صوت البقرة في الصوت في الفصرات الفصلناها قبل ذلك أحلى لكم للا تصيام الرفص إلى نسائكم أي الجماع فساعات تأتي كلمة الرفص بالجماعة وساعات تأتي بمعنى مقدمات الجماعة فقال ابن عباس الرفص قشيان النساء والقبل والغمز والفحش من القول إذن الرفص ليس بالجماعة فقط بل مقدمات الجماعة تطلق عليه رفص كقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان صوم يومي أحدكم فلا يرفص ولا يفسق ولا يسخب ولا يجهل وإن شتمه أحد أو سبه أحد فليقل إني مرئي صوم إني مرئي صوم فكلمة الرفص تحتعمل معنى الجماعة أو تحتعمل معنى مقدمات الجماعة فلا فص ولا فسوقة ولا جدال في الحج طبعا الحج يكون منقاطعة للعبادة تماما لذلك ليحرم عليه كل متعة الدنيا إلا صيد البحر لكن يحرم عليه صيد البر يحرم عليه الجماع يحرم عليه التعطر يحرم عليه تقليم الأظافر يحرم عليه قص الشعر كل محظوات الإحرام المعروف وليلبس المخيطة أو المحيط وإذا فعل شيئا من محظوات الإحرام واجب عليه دم واجب عليه دم لذلك بيلبس لبس ملبسا أشبه بالكفن حتى يتذكر الكفن والقبر هذا هو الغرض من الحج الإنسان يشعر ويشعر بالفقير لأنه يلبس ملبسا متواضعا جدا ليس فيه خيط كأشبه بالكفن الذي يكفن به فهوزه في ذلك مرفصة ولا فسوقة الفسوق قالوا اتيان المعاصي معظم قالوا هو صيد البر حرم عليكم وحيلا لكم صيد البحر ومتاعه طعاما لكم وللسيارة وحرم عليكم صاد البر ما دمتم حرما الثاني إذا استصاد المحرم في البر فقرتكب إسما ويجب عليه كفارة كما قال الله بالعمير فكفارة تعاوم مسكينة أوعدوا ذلك صياما ليذوقوا بكما قالوا فهذا نعم الأنواع الفسوق إذا فعل الإنسان هذا متعمدا فبعض علماء قالوا الفسوق هو السباب قل عصاصا قال في الحديث سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر فعني أصب المؤمن وأخاه المؤمن في داخل الحج فهذا يعني ينقص كثير من سباب الحج وربما يوزر يصل به الأمر إلى إبطال الحج تماما البر عمي سبحانه وتشتريط فمن فرض فيهن الحج فلا رفط ولا فسوق قال بعض الماء الفسوق هو الذبح عند الأصنام هدي كما كان يفعل العرب القديمة في أيام الجاهلية من الكفار يزبحون الصنم عند فقال بعض العلماء الذبح عند الأصنام أو فسق وحتاجه بقول الله سبحانه أو فسقا أهل لغير الله به عند الأصنام وقال بعض الماء هو التنابس بالألقاب وقرآن يفصل بعضه بعض ولا تنابس بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان فالذبح يتنابس بالألقاب يعني يسمي إنسانا باسم غير اسمه وتهكما أو سخرية منه يسميه باسم يكرهه فهذا نعم من التنابس بالألقاب وهذا بئس الاسم الفسوق فسوقه بعدما بئس أن يطلق عليك فاسقا بعد أن كان يطلق عليك مؤمنا فلا يجوز التنابس بالألقاب وبعض الماء قالوا أن ينوي ظلما لأخيه المؤمن الذي قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحج ومن يرد فيه بظلم بإلحاد أن يضيقه من عدب أليم وقرأت من نية هذه المكان الوحيد في البلد الحرام الذي إنسان إذا أراد بنياته سوء ولم يفعل يعاقب على نيته وبعض الماء قالوا قتل الصعيد وحلق الشعر وقلم الأظافر وقلما بحضرات الحج وهذا يمره عن عبد الله بن عمر وعن ابن جارير وغيرهم والصحيح أنه قول عام أي شيء يخرجه انطاعة الله سبحانه وتعالى يدخل في نتاق الفسوق كالسباب واللعان والكلام في الجماع والنظر الحرام أو مقدمات الجماع أو الجماع وأيضا المخاصمة والمجدلة لا تتصب إنسان هو يرفع صوته هو يخضب أو يخضب أخاه المؤمن كل ذلك يدخل في نتاق الفسوق الذي ينقص من سواب الحج أو رما يوصب به لأن الله سبحانه وتعالى من حج البيت فلا يرفص ولم يرفص ولم يفسق وخرج من زلوبه كما ولدته أمه فاشترت الله سبحانه وتعالى عدم الفسق وعدم الرفص كما جاء في هذه الآية وقرآنه تفسر السنة والسنة وتفسر القرآن ولا الجدالة في الحج فلا رفصة ولا فسوق ولا الجدالة في الحج قال بعض علماء النسيء نوع من أنواع وكانوا ينسئون الأشهر كما بيانا في القتال يسمون الأشهر بغير مسمياتها فهذا نوعا من قالوا هذا النسيءون هذا نوعا من الجدال يسمون الأشهر بغير مسمياتها بعض علماء قالوا كانت قريش تقف بالمسدلفة على جبل الرحمة في المسدلفة على جبل الجمع وكان العرب تقف بعرفة ويتجادلون بما بينهم طبعا حباين أكسما سباين فأفيدوا من حيث أفاض الناس يقول لقريش قفوا على عرفة كما تقف الناس على عرفة لما وقف على جبل غير عرفة بطل أحجه تماما وانتكب اسما كبير فكانوا قديما يعني يحرفون مناسك الحج ويبتدعون في دين الله ما ليس فيه فكانت تقف قريش على المسدلفة وتقول نحن الحمس نحن خدام البيت نحن فيجعلونا نفسهم فضيلة ويقولوا نحن نخرج من الحرم لأن المسدلفة داخل الحرم وجبل عرفة في الحل فنحن خدام البيت فيقفونا في الحرم وتقف العرب على جبل عرفة في الحل فيقولوا نحن نترك الحرم كما سنباين فيما ويتجادلون فيما بينهم حتى كانوا يقولوا واحد منهم نحن على موقف إبراهيم أي نحن على موقف الصحيح من إبراهيم والطائفة الأخرى تقول لا بل نحن على موقف إبراهيم وأنتم القطع ونحن ألصح فقال عماء فلو قوال جدال لا تتجادلون في مناسك الحج فقط عرف الحج وعرفت أشهره وعرفت مناسكه ونحساس ما يقوله عني مناسككه فلا يجوز أن نتجادل أو نتخصم في الحج أو يقول المؤمن لأخي المؤمن حجي أفضل من حجك أو أنا أعمل مناسك أفضل منك أو يقول له كذلك لأن هذا الخصام والجدال والمراء يورس الشقاء والمغضاء أو التناح وبينهما فيه غير فكل منهم كان يدعى أنه على الحج الصحيح والموقف الصحيح فعندما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف الحج أصبح هناك جدال في مناسك الحج فقالا يقول لبعضهم البعض حجونا حجونا أتمموا من حجوكم وكان بعضهم يقول الحج غدا الحج اليوم يختلفون في التاريخ الحج فقال العماء الجدال المقاصمة أن تجادل أخاك حتى تغضبها إذا فعلت ذلك إذا أخضبت أخاك المؤمن وأنت محرم فهذه وصل إلى حد كبير من المقاصمة فأنت فعلت شيء محرما من السلاسة التي تجعلك على خطر العظيم أن يبطل حجك أو ينقص سوابه كثير وربما يعني لا تخفر به الزنوب لأن الحساسا مشترط لم يرفض هنا مفسق فلنفرض في إن الحج فلاها رفضة ولا فسوق ولا جدال في الحج وقال بعضهم الجدال السباب والمرؤى والخصومات السباب والجدال والمرؤى وحتى الحديث أبو بكر صديق عندما خرج رسول السلام معه كان في حج وكان سيدنا أبو بكر صديق محرما فكان له عبد فجاء العبد معه ليس معه البعيد قال أطلالته البارح ضع منه البعيد فاختفق يضربه فنظر رسول السلام وأشار عليه قالوا اندروا إن هذا المحرم ماذا يفعل كانوا ينكر عليه ضربه لعبده من قضى نسكه وسلم المسلمون من لسانه ويده غفر له ما تقدم من ذنب من قضى نسكه وسلم المسلمون من لسانه ويده يجب أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك حتى لا تصخ حتى يكون هناك جدال كما قال رب العميد فلا رفض ولا فسوق ولا جدال إذن الذي لم يسلم المسلمون من لسانه هو يده فقد وقع في فسق وقع في الجداد. ولم يخفر له ما تقضى من ذنبه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما تفعله من خير يعلمه الله وتزاده في مخارج ذات التنب. وما تفعله من خير يعلمه الله. اي ما تفعله من اكتنام المعاصي. من كل التي احنا قلنا اكتنام محظورات الاحرام التي تجعلك تجيب عليك دمان. كتقليم الازافر او قص في الازافر او قص الشعر او و ضع وضع الطيب او لبس المخيط والمحيط كل كل المحظولات التي حصل او صيد او صيد البر صيد البري محرما اما صيد البحر فلا. كل ذلك اذا اكتنابت كل ذلك اذا اكتنابت المخاصمة والجدال والمراء والفسوق والسباب واللعان والكلام في امر النساء والجماع وكل ذلك فانت فنرة رسول اللهに تعلم بما تعرف من خير وسيجويسك بيش خار الجزاء ويقبل حجك ويكون حج مبرور. ويكون حج مبرور مبرونا. وما تفعله من خير او تعالوا من خير بفعل المندوبات والمستحبات والواجبات. ترامل الجمرات السلاسة المبيت في المستلفة لانها سنة مؤكدة ورئيسة فرضا. توافل التطوع عند الدخول. الهدي اذا لم تكن قاررا او متمتعا. كل هذا يدخل في التطق الخير. فما تفعله من خير ليس من اركان الحج ولكنه سنة ومن دوبات فيكون الحج كاملا. فان الله سبحانه وتعلمه سيجيزيك عليه. فما تفعله من خير يعلمه الله. وتزوده فان خير زاد التقو. ما زاد في اقوام كانوا يخرجون يقولون نحن المتوكلون على الله ولأخذونا معهم زاد. ثم يهمون على الناس يطلبون السؤال ويسألون الناس ليطعموهم. فدزل رب العميس سبحانه يعيبوا عليه ما يقول وتزودوا فان خير الزاد التقوى. هتزوجوا بمعكم مطعام حتى تكونوا متوكلون ولا تكونوا متواكلين. فان خير الزاد التقوى يعني خير الزاد الذي يتزوج به الإنسان للآخرة لأن الآخرة الحياة البرزخية وتحتاج صفر طويل تحتاج إلى عمل صالح. فصفر بسيط يحتاج إلى طعام وصفر بسيط يحتاج إلى تقوى. كأن رب العميس سبحانه وتزودوا فان خير الزاد التقوى فإنك إذا خرجت بدون طعام ولا شراب متواكلا فالتقوى هنا ناقصة. لأن كمال التقوى من حسن التوكر على الله سبحانه وتعالى. ولكن أكد أنت أصبحت متواكلا وتزودوا فان خير الزاد للآخرة هو تقوى الله سبحانه وتعالى. كما قال الله سبحانه وتعالى وانزلنا إليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فدائما يذكر عندما يذكر حطام الدنيا من طعام وشراب وملبس يقول أن الذي يسترك في القبر أفضل من الملبس والطعام والشراب هو هي التقوى تسترك في قبرك وتسترك في القناة. أو أنك من التقوى الكاملة أن تأخذ بالأزماب. كما قال عليه الصلاة والسلام من الرجل الذي تلقى ناقع بدون عقال بدون الرباط. قال له ما تركتها. قال له رسال الله انا متوكر على الله. قال له اعقلها وتوكل. أخذ بالأزباب. فالأخذ بالأزباب من التقوى. فذلك قال رب العميس سبحانه وتزودوا فإن خير الزادي التقوى. والتقوني بعدم انتهاج حرمات الحج. من كل ما نحن كلان. من فسوق وجدال ومراء وكلام في أمور النساء. وقدمات الجماع أو الجماع الذي يجامع. متعمدا في حجه. فقد فعله كبيرا. يجب عليه أن يعيد حجه في السنة القادمة ويفرق بينه وبين زوجته. وعليه بدن. تخرج بدن. تخرج جمال. ولو تفعل كل محاضرات الإحرام. ولا ترفص ولا تفسق ولا تجادل ولا تخاصم. وتجنب السباب واللعان والتنابس بالألقاب. وكل ما يدخل فيه نتاق الفسق لسبب المؤمن. كل ذلك قال رب العام واتقوني وأنتم في الحقين وأنتم تحجون. بقيت الله الحرام. يقول للألباب إذا كنتوا أصحاب. يقول للعقول وقرر الزاد التقوى. واتقوني يقول للألباب حتى يكون الحجه شهدا لك ولا عليك يوم القيامة. إذا أحسنت في الحج وفر لك ما تقدم الزم. أما إذا أسأت فيه فربما ترجع به بوزر. واتقوني بأن تكونوا بالحلال. ويكون الحج من حلال. فمن خرج بحج من حرام فهو ليس بتقي وحجه مرضود عليه. فأقول له قولي هذا. واستغفر الله اللي فزوية شفالي جرس وستغق الناس. وقال لي تساعدون عشو السنة.